البسكوتة بتاعت الأبراج كلها هادية قوي ورائية قوي وبحر كبير قوي وعميق جدا من المشاعر اللي انت مهما غصت بداخله مش هتقدر ان انت توصل لمنتهاء باختصار كده هي دي أنسة برج السرطان أهلا بكم النهاردة هنتكلم عن إحدى ملكات الرومانسية وأميرتها وفارستها وساحرتها أقول زي ما انت عايز تقول أنسة برج السرطان طبعا ولكن في البداية كده خليني أقولك لو انت جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بك ولكن بسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متوصلين مع بعض كمان أنا سايف في الوصف بتاعي الفيديو روابط قنواتنا الأخرى اللي حابب ان هو يشترك فيها ورجاءا بقى ما تكسلوش يلا بينا ندوس اللايك التشجيعي عايزين نوصل الفيديو ده الأكبر قدر من الناس يلا بينا ورقة طباعها والحنية الكبيرة أوي اللي بتوجد في شخصيتها ولكنها يؤخذ عليها أنها متشائمة بعض الشيء لو انت تتوقع أو انت بتتوقع أن انت ممكن تنال ثقة أنسة أو فتاة أو امرأة برج السرطان بسهولة إذا أنت بتحلم بحاجة ضرب من الخيال صعبة جدا صعبة جدا الحركة دي صعبة جدا الموضوع ده صعبة جدا أن انت تكسب ثقة أنسة برج السرطان شكاكة شكاكة بطبعها ومش أي حد يقدر أنه يكسب ثقتها بسهولة انت لو شاب ويمهتم بأنسة برج السرطان وبتسأل يعني عن إزاي أن انت تتقرب منها أنا أنصحك بحاجتين مهمين في البداية كده لا غنى عنه أول حاجة لازم تحسسها بالأمان وتاني حاجة لازم كسرت الاهتمام بس مش الاهتمام قلنا قبل كده يعني مش الاهتمام الأوفر أو اللي هو زيادة عن اللزوم ده قلنا ساورج السرطان من الإنسة اللي انت كل ما تهتم بها وأيضا يكون اهتمام مقنن تتعلق بيك أكتر وكل ما تحسسها بالأمان تصق فيك أكتر بس كده اسأل عليها اسأل عليها اهتم بتفاصيلها بالنسبة لها لو عد يوم وانت مهمشها قلنا أن هي شخصية كتلة من المشاعر والأحاسيس وفي الرومانسية يعني هنقول هي ولا هي فلازم تخلي بالك من حاجة زي كده أن أقل حاجة هتأثر فيها وعلى فكرة أنسة بورج السرطان مش دايما من البنات اللي بتطلب الاهتمام من الطرف الآخر بشكل مباشر يعني استبعد منها الحتة دي ممكن تداري خلي بالك لأن هي بطبعها بتتمتع بنسبة معقولة وملفتة جدا من الغموض ومن الكتمان الداخلي يعني مش كل حاجة هتبتهالك أو مش كل حاجة هتبدأ أن هي تعبر عنها أنسة بورج السرطان تحديدا يمكن إحنا لما تكلمنا في حلقة الأبراج اللي عندها قدرة على إخفاء مشاعرها كان يعني بورج السرطان بييجي في منطقة وسطة وكان في بعض يعني أنا مش فاكر الاسم مش متذكر الاسم أحد المتابعين كتب لي السرطان المفروض غامض ليه أنت ما جبتوش يعني في المراكز الأولى الرد باختصار أن في الحلقة إحنا ما قلناش الأبراج اللي هتبوح بمشاعرها ولكن الأبراج اللي هيبان عليها ما هوكونك أن أنت يبقى في داخلك مشاعر وما بتعبرش عنها بشكل مباشر ده يعتبر أيضا نوع من أنواع الغموض الشديد قوي فهي أنسة بورج السرطان من نوع ده إمتى يبان عليها الحب؟ قلنا يلي كنت بتسأل أو بتسألي مش متذكر لما تحب قوي وتحب بشدة ومع ذلك ما تنتظرش منها دايما أن هي تروح تصارح بشكل مباشر ولكن ممكن عشان طبيعتها الحساسة والرومانسية يلاحظ عليها بعض العلامات طبعا أتمنى أكون كده وضحت لك الاستفسار بتاعك أنا بحب جدا أن أنا أوضح كل حاجة أتكلم فيها وأثبتها بالدليل يعني مش أن أنا أقول كلام مبهم للي بيسمعني ولذلك أي حد عنده استفسار عن أي حاجة يريد يكتب لي وإن شاء الله هرد علي يا إما كنت يا إما في حلقات متتالية ولذلك ومن هنا بقى أنسة برج السرطان دايما بقول من الإنس اللي محتاجة معاملة خاصة وإحنا قلنا قبل كده يعني هي معاملة خاصة للي بيسأل أول حاجة أنك تفهم طبعها قوي وأن أنت تحتويها قوي بس هي دي معنى كلمة معاملة خاصة طبعا لو أنت يهمك الأنسة الحساسة دي وحابب أن أنت طبعا تحافظ على علاقتك بيها كثيرة البكاء كثيرة البكاء جدا وبتكون طفلة قوي قوي مع الشخص اللي متحبه قوي أو اللي متعلق بيه قوي ورغم أننا قلنا أنها صعبة أنها تتعلق بحدها أو بمعنى أدق تصق في حد إلا أنها لما بيحصل وبتتعلق بحد بتتعلق بيه بشكل جنوني جنوني بمعنى كلمة جنوني عندها عزة نفس مدمرة مدمرة بمعنى كلمة مدمرة عزة نفسي بزيادة بزيادة قوي عندها القدرة أن هي تحس بكل حاجة حواليها تعرف الشخص اللي قدامها ده من قبل ما يتكلم هو مشاعره إيه تجاهها؟ بيحبها بيكراها بيحقد عليها وغالبا بيكون إحساسها صحيح لأنها من الأبراج طبعا اللي بتمتلك الحسة السدسة وبقوة كمان أنسى برج السلطان أنسى فيها تفاصيل أشبه أشبه للتعقد على فكرة ولكن في كتير منها يستحق الإعجاب إذا سألت عن تقلب المزاج فاسأل أنسى برج السلطان والأنسى أكتر من رجل برج السلطان على فكرة متقلبة المزاج بشكل كبير قوي يعني مش سهل أن هي تلاقيها سبتة في إحساس واحد أو في موضع واحد لا ممكن شوية بتضحك ممكن شوية حزينة ممكن شوية مبسوطة ممكن شوية يعني كل ده لازم أنت تكون ملم بيه قوي قبل ما تتعامل مع أنسى برج السلطان طيب يا اللي بتسأل ده كله جاي من إيه؟ أنت لو متابع من أول الحلقة كنت تفهم أو تعرف إجابة السؤال ده بنقول لك أن هي أنسى كتلة من المشاعر المتحررة كتلة من الإحساس الذي لا يقاوم إزاي شخصية فيها كل ده عايزها ما تتأثرش بأي موقف حتى لو كان صغير أو بسيط ما تتوقعش أبدا أنه ممكن تقابل أنسى برج السلطان صوتها ما هواش رأيي أو على الأقل ما فيهوش حاجة مميزة دي صعبة جدا ونادرة جدا وغالبا بتكون شز قوي عن القعدة أصوتهم في منتهى منتهى الرئة والجمال أنت لما بتسمع صوتها ماينفعش أنت تقول عليه مزعج أنت بتحس براحة نفسية أنسى برج السلطان تحديدا عندها الملكة دي وأيضا من الإنس اللي دحكتها جميلة جدا جميلة بشكل يلفت كل الأنظار عمتها ويمكن هنا يعني جمال دحكة أنسى السلطان بيكون في صوت الدحكة نفسها في الرانيم بتاع الدحكة من غير طبعا ما نخش في تفاصيل عشان ما نطولش عليكم أنت لو بتتكلم عن عند أنسى برج السلطان هي أنسى ما نقدرش نقول عليها أنها مش عنيدة وما نقدرش نقول عليها أنها من الأبراج القمة أوي في العند ولكن مع هذا كله هي من الأبراج اللي انت لو عنيتها هي عندها القدرة وعندها أيضا نوع من أنواع التمرس اللي يتخاف منه في العند فخلي بالك هي مش سهلة في النقطة دي ومن الأبراج اللي لما بتحطها حد في دماغها يعني صعب أن هي تخرجه فخلي بالك برضو من حاجة زي كده الورد الموسيقى الأغاني الرومانسية الروايات الأدبية الرومانسية كل ده موضع اهتمام عند أنسى بورج السرطان خلي بالك خلي بالك قوي من الحاجات اللي احنا قلناها دي لو أنت عايز تتقرب منها حاول أن أنت يعني تجيب لها رواية رومانسية تجيب لها وردة ولو جبت لها وردة كل يوم على فكرة مش هتزهق بالعكس هتتعلق بيك أكتر الورد سم الورد سم الورد نصيحة ليك رغم أن هي يعني ما نقدرش نقول بتاخد على الناس بسرعة قوي وممكن تدخل في حالة من حالات الانطواء أو الانعزال بس لما بتحب حد قوي بتتكلم معها بتبقاش عايزة تبطل كلام على فكرة رغم أن أنت ممكن تحس أن هي أنسى غامضة وأنسى مش بتتكلم كتير لكن لما تحبك وتاخد عليك مش هتبطل كلام معك أنسى بورج السرطان لما بتقرب حد أو بمعنى أدقي تسكنه قلبها بتبقى عايزة تتكلم معها 24 ساعة يعني لو في حياتك أنسى بورج السرطان وبتعمل معك كده على طول روح صريحة لو أنت طبعا حابب أن أنت ترتبط بيها صريحة على طول هي كمان من المعلومات الطريفة عن أنسى بورج السرطان هي من الأبراج اللي بتستدقل دم كتير من الناس يعني في ناس كده كتير قوي تشوفهم من أول مرة قلنا حساسها عالي قوي تقول ده رخم ده دم متقيل هي من الناس على فكرة اللي دايما في شخصيتها تلاحظ النقطة دي فكونها أن هي تتكلم معك خلاص بها هي مش شايفك رخم ولا شايفة دمك تقيل يعني حاجة إيجابية أوي في تعاملك معها ما بتنساش زاكرة حديدية بل فلازية إنجاز التعبير أنسى بورج السرطان عندها قدرة رهيبة على تذكر الأحداث اللي مرت بيها طبعا ده بيكون أحيانا إيجابي وأحيانا بيكون سلبي ولا سيما سلبيتونية ممكن تتذكر بعض المواقف المؤلمة طبعا اللي بتسبب لها بعض أو شيء من الأزى النفسي بشكل طبعا أو بآخر أنا اكتفي بقى بالقدر ده مش هنتكلم أكتر من كده عشان ما نطولش عليكم ركزنا على صفات جوهرية ومهمة جدا طبعا لأي حد بيهموا أنسى بورج السرطان اكتبوا لي كالعادة أراجكم ومشاركاتكم وعرفوني دايما بنفسكم وخلينا نقول اللي نسي يدعم الفيديو ده بلايك ياريت يدعموا بلايك مش هيخسروا حاجة عايزين نوصل للحلقة دي الأكبر قدر من الناس عرفوني طبعا بنفسكم بتعرف عليكم من خلال التعليقات وأكيد عرفت كتير قوي وحابب أن أنا أعرف أكتر وأكتر ونكون دايما متواصلين مع بعض أتوحشون